وقفتنا مع محمود شاكر عند مشاكل وجهة النادي الاهلي النهاردة انه كان بيطلع كرات طولية او كرات عالية كتير او مكنتش بيالعب على الارض و مكنتش بيالعب من اللعبة من تحت وهكمل مع جيمي ليه الاهلي مكنتش عارف يطلع بالكورة النهاردة علشان الاهلي بقى بيقابل نفس المشكلة قدام كل الفرق الاول كان الاهلي بيقابل مشكلة قدام الفرق اللي بتعرف تعمل عملية الضغط العالي بشكل مميز بتقدر تقفل زوايا التمرير الاهل بقى اي فريقة اي فريقة بيمنع الاهلي ان يعمل عملية التطرق من الاساس فبيطلع يعمل علي الدخط وما بيبقاش خايف ان هو ان الاهل يلابع الطويل ما بيبقى الطويل بيبقى لازميته ايه الطويل بيبقى لازميته انها uh Angst leurب بيغطوط فهروح في المساحات فكل الفرق الاول كان بتخاف تطلع تطلع تطلعت على الاهلي من فوق لان الاهل هيعرف يخرج منها وهيعرف يحط كور في المساحات فده يعملوا مشاكل كبيرة جدا لا الاهل ما بقاش ايه ده الجزء اللي شارح محمود كرات الطولية الدقة بتاعتها شبه معدومة بتروح بالصدفة لو راحت في مكان في غياب محمد عبد المنعم تحديدا او عالي معلول مع انخفاض الشديد لمستوى مروان عضية بقى الاهل عنده مشكلة في الخروج بالكرة عنده مشكلة في ارسال كرات الطولية دقيقة من الخط الخلفي طيب ده جاي ايه اللي انا ليه لجأت للحل ده لجأت للحل ده لان انا جرأت كل الفرق عليها باننا بتطلع تعمل عمليات الضغط نعرف بسرعة الافات اللي كانت عند او الافة اللي عند النادي الاهل مش عارفة تخلص منها مش نكلم على مباراة بالصدفة نتكلم على مجموعة من المبارايات الاخيرة تحديدا نتكلم على مبارايات سيمبا زهابا نيابا تراميكا المقاولين سانداونز حتى النهاردة من قدام الجونة لما تيجي تتكلم على انه دي امتى في السنة 25 بصة كريم ادي الضغط تلت لعيبة ضغطين على تلت زوايا التمرير كابت محمد الشناوي يطلع بالكورة كورة طولية يغلط فيه الخروج بالكورة فترجع التاني الكورة لخالد عبدالفتاح يديها تاني ليسر ابراهيم يديها لمحمد الشناوي جول من حشن حظ الاهلي انه النهاردة عمل ايه الكورة جات في ايد الراجل لكن في النهاية تلت لعيبة قافلين عليها تلت لعيبة بس ما في علاها زوايا التمرير الاربع لعبين في الخط الخلفي ومعاهم الرجل الرعيب مركز ستة يعني حارس المارمة واربع لعيبة قدامهم قدامهم رعيب مركز ستة مش عارف يخرج بالكورة كم بص يا سيدي ادي الضغط في الديها كام في الديها 41 انت لا عارف تمسك ولا عارف تبق تعال هنا بص الرجل رمي ربيعة خرج بياب امتياز قفشة قفشة بيجري قبل الكورة يعني قفشة بيحاول يخربوا الكورة قبل اصلا الكورة ما توصلوا فانت حتى لعبتك اللي كان عندها القدرات انها تقدر تخرجك من وسط ملعبك عندهم قدرات زي قفشة او امام لما نزل الشوت التاني انزله تحت عشان يطلعوك بالكورة مش عارفين يطلعوك بالكورة تاني ده انخفاض كبير جدا جدا في اللحمة يعني في الانسجام في الانسهار بتاع الفرقة الخطوط بعيدة جدا عن بعض كل اللعيب واقف لوحد لما تيجي تكلم على مروان مروان لما بيلعب مكشوف فبيكشف قط الدفاع الاثنين اللي بيسندوه امام عشور او قليو ديانج او قفشة او اي حد من لعبة مركز تمانية مش قادر انه يساعد كوكة او مروان لما بيلعبه فانخفاض مروان ليه اسباب ليه علاقة بمروان وله علاقة بلعبة مركز تمانية كوكة بيعمل كل يقدر عليه لكن برضو ببقى فيه صغرات وفيه مشاكل النهاية الاهلي بيعاني من مشاكل في كل الخطوط لكن هقولها النهار ده اقولها بكرة وهفضل اقولها قلتال مارسل كولارفروم او طمر الصحفي الاهلي عنده مشكلة كبيرة في وسط الملعب الخروج بالكرة سبب وسط الملعب كشف خط الدفاع سبب وسط الملعب الربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم وانك تقدر تطاول عملية الهجمة سبب وسط الملعب انهار وسط ملعب النادي الاهلي بالشكل ده واقولك على حاجة عشان تشايف وارد يكون رأيك كريم زي ما انت قلتلي انك مش شايف ان فيه قزمة كبيرة بيعاني منها النادي الاهلي حال الطبيعي ان النادي الاهلي في اخر سبع مباريات سبعة في كل البطولات كسف ماشين سيراميكا والمقاولين بالكاد خمس مباريات بلا مكسب سيمبا ذهبا نيابا ساندونس ذهبا نيابا والنهاردة الجونة خمس مباريات بلا مكسب هل ده طبيعي لو اتشاف ان ده طبيعي اذا مش كريم لو اي حد شاف ان ده طبيعي اذا اهلي يعاني منها مش طبيعي بس انا قلتلك حاجة قبل كده وما زلت عند رأي فيها انه الاهلي الموسم ده تحديدا دخل في منافسات نهائية من بداية الموسم وده اتكلم عنه مرس الكورة صحيح انه ده مش عادي اللي بيحصل ده مش عادي وبالتالي النتيجة ما كانتش عادية لو الاهلي في خمس في سبع مباريات ما كسبش خمسة فده مش عادي بس سببه ان اللي بيحصل له مش عادي وفيه اخطاء اتفق معاك من المدرب ومن اللاعبين مية في المية بس الظروف كلها ما تقودش انه الاهلي في كارسة هي ظروف كلها تجمعت وخلت الاهلي يزهر بالمستوى دوت ان انت فجأة رأيت نفسك بتلعب داخل في نص في نهاية كسب مصر فجأة لو الناس بتاخد الموسم بالتدريج فجأة لأيت نفسك داخل بتنفس في بطلات بتفق معاك وعلشان تروح لمحمود لو قد تروح لمحمود انا تاني بستخدم لفظة ازمة مش كارسة الاهلي في ازمة ولا زلت بصام من الاهلي في ازمة